روسيا الحليف الأساسي لنظام بشار الأسد أعلنت موافقة النظام المبدئية على المشاركة في مؤتمر جينيف المرتقب عقده مطلع الشهر المقبل والذي اخترحته كل من موسكو وواشنطن تلقينا من دمشق موافقة مبدئية على مشاركة الحكومة السورية في مؤتمر جينيف 2 ليتمكن السوريون أنفسهم من تسوية هذا النزاع المدمر للبلد وللمنطقة المعارضة وغلال اجتماعاتها باسطنبول وصفت هذا الموقف بالغامض وشككت بنوايا النظام إجراء التفاوض فعلي يمهد لحكومة انتقالية وأكد لؤي الصافي المتحدث باسم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بأن قوى المعارضة تريد توضيحات ما إذا كان فعلا هناك نية لدى النظام للتفاوض على انتقال نحو عكومة ديمقراطية تشمل رحيل الأسد هذا وتواصل قوى الثورة والمعارضة اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي في اسطنبول لبحث عدد من الملفات بينها وضع شروط رئيسية لبدء المحادثات المحتملة بين نظام الأسد والمعارضة خلال جينيف 2 كما تخللت هذه الاجتماعات مبادرة من قبل رئيس الائتلاف المستقيل أحمد معاذ الخطيب مكون من 16 نقطة تغضي بأن يسلم الرئيس بشار الأسد السلطة تدريجيا لنائبه أو لرئيس الوزراء والسفر إلى الخارج بصحبات 500 من بطانته بهدف إنهاء الحرب في البلاد مبادرة رفضها النظام بعد دقائق من إطلاقها كما أن موسكو لا تزال ترفض مطلب المعارضة السورية بشأن تنحي بشار الأسد من منصبه كشرط لإطلاق حوار وطني ودولي شامل باعتبار أن وضع مثل هذا الشرط يعيق إطلاق المفاوضات